السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتواصل معكم في ما قلناه في الحلقة السابقة فقد قلنا أنه نتيجة للواقع الذي فرض على الأمة كما قلناه وظهور مظاهر الترف والفساد مع التسلط في الحكم ظهرت عقائد الجبري والإرجاء طبعا وكان الحكم الأموي له مصلحة بترويج هذا المعتقد فظهر كردة فعل لهذه العقيدة حركة توسعت كثيرا حينها سميت بيئة المعتزلة التي كانت تحارب عقيدة الإرجاء والجبري والتجسيدي وكانت من مهامها هو إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي مناقضة لعقيدة الإرجاء وبعد ذلك ظهرت حركات الفقه الإسلامي وكان أول من تصدر الواجه هو الإمام أبو حنيفة الذي عاصر الحكم الأموي والعباسي وتأثر باستبداد الأمويين عايش كيف أن الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي يحتسبه الكثيرون من الخلفاء الراشدين تم تصفيته مسموما وكيف كان هو كشخصية مع الحركات العلوية من آل البيت وناصر الحركات المناهضة لهذا الحكم سرا وكانت أقواها في العصر العباسي وهي حركة النفس الزكية وللعلم فأن جل علاماء أهل مكة والمدينة كانوا مع الحركات الثائرة ضد الحكم الأموي وكانوا من آل البيت أي لهم هوا علوي ليس بالمصطلح الذي نتعرف عليه الآن ولكن بأولوية هذا البيت المبارك أن يولوا حكم الأمة وفي العصر العباسي وسقوط الحكم الأموي على يد العباسيين وهم كانوا أيضا من آل البيت حدثت صراع بين عائلة من آل البيت أنفسها وانقسموا بين آل علي وآل عباس فحصلت صراع بين العباسيين والعالويين وكيف كان الضحية هو قتل أبا حنيفة النعمان في أهد أبو جعفر الممنصور فقط ضربه واختم تعذيبه قبضى ذلك في أهد يزيد بن الوليد على يد ابن هبيرة ولكنه في أهد العصر العباسي تعرض لتعذيب شديد بعد فشل حركة النفس الزكية وتم اتهام أنه كان له اليد الطولة في دعم هذه الحركة لذلك سنلاحظ أن الفقه الإسلامي تأسس في ظل هذه الظروف السياسية العصيبة وكانوا في صراع مع السلطة فكيف نتصور حالهم إن كانت كتاباتهم في الفقه عن العدالة والحرية والشورى في الحكم فتصور كيف كان سيكون حالهم لنعلم كيف تأسس الفقه الإسلامي أما في أهد الإمام مالك رضي الله عنه فقد مر كما ذكرناه سابقا بخمسة مراحل فقد كان في العصر الأموي يراوغ في الأجوبة عن أسئلة عيون أهل السلطة عندما كانوا يراقبونه ويقومون بإحراجه في الفتوى عن الجواز في قتل الخارجين على الخليفة فيقول لهم لا يجز الخروج على أمثال عمر بن عبد العزيز فيقول السائل ويحاول أن يحرجه ويقوله وإن كان ليس مثله فيقول بذكائه وحنكته في الكلام يقول دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما فالموضوع خطير أن يكون صريحا لأنه حتما سيؤدي به إلى قطع رأسه أما في العصر العباسي وفي المرحلة الثانية سندجه طبعا كما قلنا هذا كان مرة بخمسة مراحل المرحلة الأولى كما ذكرناه في العصر الأموي نأتي الآن المرحلة الثانية في العصر العباسي وكيف يحرجه أبو جعفر المنصور عندما استشعر الخوف من أهل المدينة ومكة ومن علمائهم لكي يخوفه كان أن يثوروا ضده فيقوم بجمع أهم علمائهم وهو ابن السامعان وابن أبي ذؤيب والإمام مالك ويسألهم أن تصورهم لحكمه فيسجر الإثنان أما الإمام مالك فيعتذر من الإجابة ويقول الله أستحلفك بالله أن تعذرني من الإجابة الهم قد اطمأن أبا جعفر المنصور لهذا الرد فيقريه منه ويقدمه في المدينة أما في المرحلة الثالثة الذي مر بها الإمام مالك فهو عندما كان ما زال أبا جعفر المنصور يخاف من هيبة هؤلاء وإثارتهم والقلاق التي كانت تحيط بالمدينة ومكة فكما قلنا أن أهل المدينة وأهل مكة كانوا على عبر التاريخ في الخطوط الأمامية لمعارضة الحكام حينها فيقوم أبو جعفر المنصور بجمع أبا حنيفة والإمام مالك وابن أبي ذؤيب فيغلظ له الإثنان أي أبا حنيفة وابن أبي ذؤيب أما الإمام مالك فيقول له كلاما غريبا يجعل أبا جعفر المنصور أن يقربه عنده فقد قاله يا أمير المؤمنين لو لم يرك الله أهلا لذلك ما قدر لك أمر هذه الأمة أما المرحلة الرابعة التي مر بها الإمام مالك فهو عندما تقود ثورة حركة النفس الزكية كانت ميول جميع العلماء بما فيهم الإمام مالك في بواطنه ميولهم إلى هذه الثورات ضد الحكام المتسلطين وكانوا يريدون أن يعيدوا بأمر الأمة إلى ما كانت عليه في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحد الهلفاء الراشدين خاصة في عصر أبي بكر وعمر فسنراه الآن يحث الناس أن يلتحق بهذه الثورة وعندما يتردد البعض الناس بأن يلتحق بهذه الثورة كونهم قد أعطوا البيع للخليفة فيرد عليهم ويقول كيف أن طلاق المكرهي لا يجوز كذلك بيعة المكرهي لا تتم كي يرفع الحاجس العقد في أذهان الناس وكي يلتحق بهذه الحركة ولكن بعد أن فجت هذه الحركة وتم بترها سنرى أن الإمام مالك بهيبته يساق إلى السوق في المدينة ويضرب هناك حتى خلعت كتفه وأصاب بسلاس البول عانى منها حتى موته وبعد ذلك سنرى في المرحلة الأخيرة ألف مرحلة الخامسة أن الإمام مالك في كنف المنصور ويتم مرحلة المصالحة ثم يتم دعم المذهب في عصره نلاحظ هنا كيف كانت سطوة النظام السياسي على الفقهاء والعلماء ولو كان بوزن أمثال الإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي فقد اتهم في بداته بالتشييع عندما كان في اليمن ثم تم إنقاذه من قطع رأسه في بغداد عندما توصل إليه بعض العلماء ونراه يتوجه إلى مصر وكان من طلاب الإمام مالك لكنه يقوم بإظهار مذهبه وينتشر مذهبه في مصر وسنرى بعد ذلك كيف تم قتله على يد أحد المتعصبين من الشباب من المذهب المالكي كونهم كانوا يرونه خطرا على اندثار المذهب المالكي ويموت بهذه الضربة التي وقع على رأسه سنرى الآن بجانب التصدد السياسي للحكم ظهر التعصب المذهبي ووقع الناس بين تصدد الحكم السياسي والتعصب المذهبي أي بين هذين السلطتين أما في أهد الإمام أحمد فما أنه تعرض لفتنة خلق القرآن وتم إيذاؤه بشدة لكنه اقتنع أن مسلسل الدماء يجب أن يتم القضاء عليها بأي طريقة كانت فأخرج فتواه المشهورة والغريبة عندما قال من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان ناس قد اجتمعوا عليه وارتضوا به بأي وجه كان انظروا ماذا قال بأي وجه كان بالرضى أو الغلبة أي سنرى أنه لا وجود لاختيار الناس فيقول فقد شق عصى الأمة والمسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات مات ميتة جاهلية وهذه مشكلة كبيرة فهذا الكلام هل يطبق على الذين ثاروا على الإمارة من أهد عثمان إلى الأهد الأموي والعباسي فإن كان ذلك فأم خطير جدا وإما كان فتواه متعلقا باللاحقين بعد ذلك ويقول أيضا لا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ويقول والسمع والطاعة لأئمة وأمين المؤمنين البر والفاجر يعني الآن قد توسع الدائد الخليفة وأمين المؤمنين بأنه من طبيعا يكون فاجرا أيضا ويقول ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف يعني حتى جاء مختصبا للحكم ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين طبعا مشكلة أنه تم تدعيم هذا الفتوى من قبل فحول العلماء أيضا فهذا القول هو قول الثوري والمديني قبله والأشعري والطحاوي وابن أبي العز وقد لخصه القاضي عياض بقوله إن رأي جمهور السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أن الإمام لا يعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه تخويفه طبعا يكون حتى الوعظ سرا ليس أمام الناس طبعا هذه الفتاوي كما قلناه قد وقعت تحت الضخوط الهائلة من قبل السلطات الجائرة ومن قبل حكم الدماء التي كانت تسيل لكنها خرجت عن سياق القرآن كما أمرنا به والذي يؤكد أي القرآن العدل والشورى فقد رأينا أنه قد قبلنا بالفسق والفجور والظلم في الحكم فأي سقف يتحدث لنا القرآن عنه وما هي السقيف التي صنعناها لأنفسنا والذي بدأ ينزل شيئا فشيئا إلى أن وصل ما نراه في مقابل الأمن فهذه هي الحجة الأساسية للإفتاء ولم نستطع أن نجد معادلة أخرى لكن الأمر الأخطر أنه تم لباس الموضوع لباسا شرعيا ولم نقل أنه لمصلحة ما أو أنه نحن في عصر يقتضي ذلك بسبب الإشكالات الموجودة حتى نخرج من هذه الأزمة بل قلنا وهذا هو الأمر الخطير أن الدين والنصوص الشرعية تأمرنا بذلك إذن خلاصة التأثيرات العميقة في الوعي كان هو أنه قد تم أولا توقف تطور الشورى ثانيا أصبح نظام التغلب هو الوسيدة الوحيدة للحل ثالثا بسبب هذه الظروف تم نماء الفكر الجبري والعقيدة الجبرية والإرجاء ثم نمت فكرة الاستسلام للواقع فالدنيا أصبح في مفهوم الأمة فاسدة وفانية ولا يمكن الانشغال بها كثيرا وأخيرا وخامسا نمت العلوم الفقهية والأصولية في هذه الأجواء المشحونة بالفتن والقتل وهكذا أما إذا أتينا إلى التفسير القرآني وكما قلنا سابقا تم حبس الصورة لآية ما وتم تقديسها وتمجدها في كتب التفاسير المعتمدة عليها وكيف كان في هذا الزمان يتم تصغير المعاني القرآنية وقد تحدثنا كثيرا عن معنى العلم ومرتبة العلماء وما هو نظر علماء التفاسير للعلماء وكيف أنهم حددوا بأنها تعني العلوم الشرعية وكيف غابت العلوم الأخرى في أن تكون بمستوى أو أكثر من حيث الأهمية في كثير من العصور والأوقات إلى العلوم الشرعية وكيف تم إعطاء مكان عالي لهذه التفاسير وكما قلنا تم في تصغير معاني العلم والعلماء ومفهوم العمل وما تربتب عليه من ثقافة وسلوك نعاني منا حتى الآن كذلك رأينا كيف تم من جانب آخر بتحويل الأمة إلى الزهد والإنزواء والإنسحاب من الواقع فبسبب هذه الظروف ظهرت مفاهيم الزهد وظهر لها دعاة كثر وكل من يقوم بتخويف الأمة والناس أكثر يكون له الشهرة بين الناس وبالطبع عندما أصبحت سوقهم رائجة قاموا بجلب جل وكل الأحاديث التي تدعو إلى التخويف والخوف والوعد والوعيد وبعد أن نفذت الأحاديث قاموا بجلب القصص والقصص لا تنتهي فينابعها تنظب دائما في مجتمعاتنا حتى وصل لحد أنه أخبرنا أحد الأصدقاء أنه كان في مجلس وكان هناك عالم من مشايخه يتحدث لهم ويوعظهم فقال يتكلم عن إمام فقالهم أن هناك من التابعين من رأى الإمام يصلي صلاة الفجر أربعين عاما بوضوء العشاء فيرد أحد الطلاب الجلسين ويقول لشيخي يا شيخنا كيف أربعين عاما ألم يكن يفعل شيئا ألم يكن ينام ألم يكن له استراحات فيرد عليه شيخه ويسجره ويقول أنه هذا هو إمام جليل وليس من أمثالكم فيقول نتقبل ما قلته لكن هذا الذي تحدث عن الإمام والذي راقبه أربعين سنة ألم يكن له مجغلة أخرى لكي يتابعه أربعين سنة وهو يصلي الفجر بوضوء الليل ألم يكن له زوجة أصبح المواضيع القصص يبالغ فيها كثيرا وقد وصلت إلينا كثير منها هذا لأن الجو في ذاك العصر كان مشحونا بالزهد واقصص الذين كانوا من المتصوفة وكانوا يعملون ما يقولون أجبه بخوارق العادة مع أن كل هذه الحركات التي تدعي للزهد سنرى أن لها ثيرا قليلا في المجتمع هذا لأن جرعة الإيمانية التي كانوا يتجرعون بها الناس كان مفحولهم قليلا فبعد بكائهم وعويلهم كانوا يرجعون إلى الحياة العادية ويعملون لذلك سنرى أنه بعد ذلك ظهرت مدارس السالكين تروج كتب مدارس السالكين أي لكي تستمر في هذه الحياة الإيمانية فعليك بأن تتدرج في هذا المسلك وتكون منضبطا مع نفسك بأن تضع لها برامج خاصة كي يبقى مستمرا على هذه الوترة من الإيمانيات ثم انتقلت إلى مستوى أعلى وهي ظهور الطرق الصوفية وكان يترتب على هذه الطرق أن تلتزم وأن تعطي البيع للشيخ وأن تكون مرتبطا وملزما بذاك الشيخ حتى أن الإمام الغزالي سنرى أنه يقول فمعتصم المريد شيخه سنرى أن لم يبقى لمعتصم المريد القرآن والسنة بل سنرى أنه قد تحول الاعتصام بشيخه فيقول فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر كذلك يقول الإمام القيلاني يقول من لا يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح أبدا وأصبحت مظاهر الزهد وذلك بالتقليل من النوم والأكل وحتى الزهد في المال والملبس حتى أصبحت لها تأثيرا على رؤيتهم للحياة وتشوه طرق التفكير عندهم بدأ هذا الفضاء ينتشر طبعا تصوف كان متهما في بادي أمره لكن بعد أن دعمه الإمام الغازالي وكان له هيبته وتأثيره على الأمة كثيرا خاصة في كتاب إحياء علم الدين فسمي التصوف بالتصوف السني وغذها بالأحاديث ومرت الأمور هكذا حتى ظهر علماء كما قلناه في الحلقة السابقة يدعون إلى مقاصد الشريعة وكيف أنهم كانوا بين مد وجزر وبين من لا يحبث أن ينتشر هذه المفاهيم إلى أن وصلنا إلى عصرنا فسنرى الآن الإمام الشيخ الرئيسوني وكيف أنه أصبح يتبحر في تطوير مقاصد الشريعة وله كتاب بعنوان آخر كتبه بعنوان مقاصد المقاصد وكذلك الإمام عبد الله بن بي وله مشروع كبير اسمه تحقيق المناط وهو تمحور حول كيف نقوم بربط الواقع والمصلحة والنص وهناك في مقابل هذا المشروع هناك مشروع أن إعادة أدوات تحقيق نصص المرويات فهناك يجري الآن نزاع كبير حول الصحية الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا أنه له رواية أنه نهى عن كتابة الأحاديث وهناك من يقول أنه سمح لبعض الصحابة أن يكتبوا ولكن ثمرت الموضوع أنه لم يكتب الأحاديث في النهاية في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في أحد أبو بكر كذلك في أحد عمر بن الخطاب حتى أن في أحد عمر نرى أنه ينهى عن كتابة الأحاديث بل يخلض في ذلك وينهى ويزجر بعضهم وهناك رواية كثيرة كيف كان عمر بن الخطاب يتعامل مع الذين يقومون بكتابة الأحاديث لأنهم كانوا يرون أنه يخلط بين القرآن الكريم ويبقى الأمر هكذا إلى أن نصل إلى فترة حكم عمر بن عبد العديث عندما أمر بكتابة الأحاديث في أعتقد في 101 هجرية إلى 102 هجرية ولكن ما قام به وما أمر به بكتابة الأحاديث لم يصل إنيلا مما كتبه في عصره إلا شيء من ما كتبه الإمام الزهري فقط أما كتابة المسانيد وما إلى ذلك فستبدأ من فترة الإمام أحمد وبعده فهو قد قام بعمل مسنده وجمع الأحاديث ويأتي بعد ذلك تلميذه الإمام بخاري وقال كما أغبر عن نفسه أنه جاء في عصر يعج بالأحاديث فقام بفرز ما يقارب 600 ألف حديث وقام بغربات ما جمعه هو وصل إلى 7000 حديث وإذا قمنا بحسابة الأحاديث المكررة فيما غرب لها من هذه السبعة آلاف حديث سيكون العدد ما يقارب الخمسة آلاف حديث فقط أن يكون نسبة ما قام بفرزه من أحاديث الذي جمعها في صحيحه هي أقل من 10% فقد قام الإمام بخاري بوضع شروط صارمة لتمريل الأحاديث حسب منهج التحقيق الذي وضعه هو النفسي ثم سنرى بعد ذلك أن أحدا مثل الإمام ابن صلاح الذي كان في القرن الثامن يقول أن الحديث الصحيح هو صحيح لذاته بما معناه أي لا نستطيع أن نجزم ونقسم أن هذا الحديث هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 100% المهم كان من المفترض أن الذين جاءوا بعد البخاري أن يتشددوا أكثر منه في أخذ الأحاديث لأنه سيصبح دينا أي الحمل ثقيل عليهم وكان الأجر أن يتشددوا أكثر كي يضمنوا أنها فعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما تم هو العكس تماما فقد بدأت دائرة الأحاديث تتوسع أكثر فأكثر وبدأت تخفيف في شروط القبول للأحاديث بدءا من الإمام مسلم وما جاءوا من بعده واستمرت تخفيف في شروط القبول إلى أن وصلنا إلى عصرنا الحديث في أحد الشيخ الإمام الألباني فالإمام الألباني قام بثورة على الأحاديث وغرب لها وشدد فيها ورأى أن التخفيف قد كان مستمرا عبر العصور حتى أصبحت عندنا أحاديث كثيرة جدا فهناك الصحيح وهناك الصحيح لغيره وهناك الحسن وهناك الحسن لغيره وهناك الصحيح على شرط الشيخين وهناك الصحيح على شرط الشيخ المهم الآن يجري الآن دراسة أنه يمكننا أي بالإمكان في أصرنا الحديث وباستخدام الوسائل المتطورة فالتكنولوجيا في تقدم مذهل وعندنا الكمبيوتر هناك حديث ضخم أنه يمكنهم الآن بسهولة أن يقوموا بفرس الأحاديث وعدات منهج تحقيق النص من جديد ولكن على هؤلاء العلماء النظر إلى جهد الإمام البخاري أنه كان جهداً ابتدائياً ضخماً كبيراً ولكنه كان ابتدائياً يجوز أن يأتوا لكي يقوموا بإنشاء مناخل وإعداد مناهج أكثر الصرامة لمزيد من الضبط كون أن مناخل البشر باستمرار تحتاج إلى مزيد من الإحكام فهي ليست منزها من الله فشروط البخاري كما قلنا هي غير شروط الإمام مسلم بمعنى أن المنهج هو الذي حكم للصحة كذلك في النظر إلى منهج تصحيح ابن حبان وهكذا لذلك هناك مطلبين كبيرين أولهما هو يجب تطوير أدوات أصول الفقه ثانياً تحقيق أدوات التحقق من نصوص المرويات كي نصل بالدين وندخله في عصر جديد فضخوطات الفقه عبر الزمان قد زالت فعلى العلماء أن ينظموا خاصة في كليات الأحكام الجزئية ويجب وضع مبادئ الحقوق والعدل في مقدمة كتبهم فكليات الأمور أهموا بكثير من الجزئيات وعليه يجب أن يعملوا على الإحكام كي لا تتناقض مع بعضها البعض كذلك عليهم القيام بالتجديد في اللغة الشرعية ففضاء اللغة الشرعية كانت مدينة على الأفراد من مثلاً بيئ ما يقوم به الفرد ببيئ وأحكام البيئ ولكن ليس لدينا ماذا لو قامت الأمة ببيئ شيء والمنظومات العالمية كالبنوك الدولية والأسواق العالمية أو حتى التحدث عن الأمن القومي للدولة ودخولها في الفقه وما هي اللغة التي يراد لها مصطلحات خاصة بها وأخيراً وفي النهاية يجب أن يتحول الفقه إلى فقه استباق لا فقه التحاق هذا إن كنا نريد أن نتقدم بالدين فلابد أن نكون على قدر من التصميم ونعالج الإشكاليات الكبرى في مسار الدين علينا التجديد وإن كنا نرى أننا ليس لنا بحاجة للدين فهذا شأن آخر فالأمة ستشق طريقها أبى أهل الدين ذلك أم لم يأبوا فالتجديد سنة كونية لابد منها وما قلناه على مدار سنة كاملة بالتجديد في مفاهيم الدين هو مرتبط بالذين ينشغلون بأمر الدين وإلا فالأمر سيتحول منهم إلى غيرهم وإذا كنا نريد أن نفهم ديننا بصورة صحيحة فهناك أيضاً في مجاد أخرى يجب التجديد فيها وهو التجديد في فهم التاريخ والتجديد في فهم منطق والفلسفة والاقتصاد لذلك أقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر